كشف رئيس الغرفة الجهوية لمحضرين القضائين للشرق عن مثول عشرين محضر قضائي مام المجلس التأذيبي بعد ارتكابه مخطأ مهنية في لقاء احتضنه فندق زمرد بولاية جيجل وقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة مشروع دليل اجراءات التنفيذ وأهم العوامل التي تعيق تأدية مهمة المحضر القضائي على أرض الواقع وما تسببه له من مشاكل صحية اجتماعية ومهنية أيمن عبد الرحيم المنفذ عليه دائما يسعى بكل الطرق للاحتيال أو التهرم من التنفيذ وينظر إلى المحضر القضائي أنه العدو اللدود وهل العدو الوحيد يعني ينسى الخصم التعاوين وينسى درجات التقاضي وينسى كل ما سبق ويبقى المحضر القضائي في الواجهة يعني كما نقوله سيلويل والبارشوك تعالعدان الهدف من هذا اليوم دراسي هو توحيد المحاضر ونحن لا نطيحوش في الأخطاء الممكن أن نتفذوها وكذلك عصر أنت ما كاتبوا المحضر القضائيين لنوحدوا العمل على المستوى الشرق ومن بعد إن شاء الله على المستوى الوطني هناك تميز في التفاعل يعني مع الوضع العام في الجانب المهني خاصة الإفراط في استعمال التليفون أمور يعني من هذا الجانب رهم إن شأنها حقيقة أن تجعل من المحضر القضائي عرضة أكثر عرضة الإصابات أقل ما يقال عنها أنها يعني تقدر تكون قاتلة تقدر تكون محبطة يقدر إنسان حتى يدخل في جنون يعني نقول لك يعني بطريقة يعني موضوعية وعلمية ثم كون أن الجانب الحماية الاجتماعية والصحية لهذا المحضر القضائي ممكن مغيبة والله يعني غير ظاهرة يعني كون أن هذا المحضر يستوجب عليه يعني اعتماد نمط حياتي مهني يأخذ بعين الاعتبار حساسية مهنة